في فيديو النهاردة هباريكم ازاي تعمله مسبت الميك اوب بمكونات كلها طبيعية وموجودة في اي بيت طريقة سهلة جدا يلا بينا نبدأ الفيديو هنحتاج سرنجة من جرسين طبعا وزيت الجليسرين ومية ورد وجل الصبار ومية عادية وهقول لكم ليه انا حطى البرونز ده في الاخر دي الكوباية اللي انا هعاير بيها مقدر فنجان القهوة تقريبا بص هو الموضوع ده مش معياري اوي يعني بس انتو هتلاحظوها وانتو بتعمله اول حاجة هبدأ بيها هي مية الورد هاملة نص الازازة تقريبا بمية الورد ولو انتو عندوكو حساسية منها ممكن تستبدلوها بالماء المقطر وده بيتجم من اي صيدلية عادي طبعا لو الازازة اللي انتو هتستعملوها الفضية هتبقى واسعة فانتو مش هتحتاجوا سرنجة في حاجة بس طبعا زي ما انتو شايفين الازازة بتاعتي صغيرة جدا هنكرر نفس العملية مع المية مية عادية جدا بدرجة حرارة الغرفة ونروعي ان احنا نسيب جزء في الازازة من فوق ما نملهاش للاخر زي ما انتو شايفين كده في جزء بسيط اوي هو ده اللي احنا بقى هنملهه بالزيت بتاع الجليسترين وجل الصبار انا بصراحة ما كانش متوفرة عندي جل الصبار بس هي بتمشي مع زيت الجليسترين عادي جدا ما انقطرش زيت الجليسترين علشان ما يلدقش على البشرة هو زيت الجليسترين عموما هو اللي بيسبت الميكاب انا هنا حطيت تقريبا 20 نقطة يعني حوالي سنتي او 2 سنتي من الجليسترين ده لو احنا هنحطه في البداية وزي ما قلتلكو هو الموضوع تقديري يعني انا لما بحس ان الميا خفيفة شوية او هو عموما المسبت خفيف شوية بزود جليسترين تاني بس مش لدرجة انه يبقى تقيل او سميك اوي دلوقتي طبعا هنرجو كويس جدا عشان كل ده يختلف ببعضه دلوقتي بقى هقولكم انا ليه خليت البرونز للاخر ده برونز عادي جايبية من محلات الميكاب مش سعر ومش غالي خالص انا هحول بقى المسبت ده لصهرة يعني انا اصلا عاملة كمية ان انا مخليها بالنهار ما فيهش اي حاجة خالص دوت هيخلي المسبت فيه لمعة بسيطة كده يعني انا يدوبك حطيت نقطة صغيرة اوي هرجو كويس اوي علشان يدوب جواه ويتلاقيه في الاخر ان اللمعة خفيفة جدا يعني تقريبا مش باينة اصلا بس ده انا مخليها بقى للخروجات بالليل والمناسبات والكلام دوت المسبت ده امن جدا على البشرة يعني انا بقى لي سنين بس تعمله بطلت اصلا اجيب اي حاجة جاهزة وخاصرا كمان في زل غلاء الاسعار اللي احنا فيه فاحنا محتاجين بدايل طبيعية وكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو